السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم جميعا موضوعنا اليوم يتعلق بمديرية الموارد البشرية وتكوين العطار سوف نتطرق من خلاله الى المهام المنوطة بهذه المديرية الاقصام والمصالح التي تتكون منها هذه المديرية ننطلق اذا ومع المحور الاول والذي يتعلق بالمهام المنوطة بمديرية الموارد البشرية وتكوين العطار ما هي اذا هذه المهام إذن تنطلق بمديرية الموارد البشرية وتكوين العطار المهام التالية ضمان وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مرضودية سياسة الموارد البشرية المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطور تعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطور التابعة للقطاع التربية الوطنية الصهر على تنفيذ استراتيجية التكوين الأولي والتكوين المستمر لمختلف فئات موظف الوزارة تشجيع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطور التابعة للقطاع التربية الوطنية الإشراف على التدابير قمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية وتناطبها أيضا المهام التالية إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية وتنفيذ مصاطر وقواعد التدبير المرتبطة بها ضمان التدبير الإداري المندمج للأطور التعليمية والإدارية والتقنية الصهر على حسن انتشار الموارد البشرية وضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية إذن كانت هذه هي المهام التي تناطب مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطور ننتقل الآن إلى المحور الثاني والمتعلق بالأقصام والمصالح التي تتكون منها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطور إذن ما هي هذه الأقصام وما هي المصالح التابعة لكل قسم؟ القسم الأول يتعلق بقسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار ويضم المصالح التالية مصلحة الدراسات التوقعية والسراتيجيات التوظيف وإعادة الانتشار مصلحة الحركة الإدارية أو الانتقالية بين الأكاديميات ومصلحة تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية القسم الثاني هو قسم التدبير المندمج لموظف التعليم الابتدائي ويضم المصالح التالية مصلحة مدرس التعليم الابتدائي ومصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم الابتدائي وموظفين إدارة المركزية القسم الثالث يتعلق بقسم التدبير المندمج لموظف التعليم التانوي ومؤسسات التكوين ويضم المصالح التالية مصلحة مدرس التعليم التانوي مصلحة الموظفين الإداريين والتقنيين للتعليم التانوي ومصلحة الأساتد الباحثين بمؤسسات التكوين الأطر أما القسم الرابع وهو قسم استراتيجية التكوين ويضم المصالح التالية مصلحة تحديد مواصفات تكوين الأطر مصلحة التكوينات والملتقيات الوطنية مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين الأطر وأخيرا مصلحة العمل الاجتماعي إذن كانت بصفة عامة هذه هي المهام المنوطة بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر والأقصام والمصالح التابعة لكل قسم نشكركم إذن على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في موضوع قادم بحول الله إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر